وانطلقت القافلة الطبية المجانية بوادي الحسوة بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتتضمن القوافل توقع الكشف والوحصة الطبية على أهالي الوادي والمناطق المجاورة في عدة تخصصات طبية من بينها البطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة تنظيم الأسرة إضافة إلى معمل وصيدلية وتحليل وصرف العلاج بالمجان وتهدف القافلة لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا